في مدينة تحرس على طبيعها العشائر يأخذ الاحتفال بعيد الأضحى صورة تختلف كثيرا عن مناطق أخرى فقضاء فترة العيد في مضيف العشيرة أحد أهم الطقوس التي يؤديها الأهالي في مدينة السماوة لارتشاف أقداح القهوة وتبادل التهاني بالعيد صورة لا تتأثر بما يحيطها من متغيرات متسارعة لتصبح عرفا ينتقل من جيل إلى جيل تطور الحياة في العيد سافرون للدول الأوروبية إلى مكانات أخرى في العالم أما تمسك العراقيين بعاداتهم وتقاليدهم أضفى إلى العيد جمالية خاصة التواصل بين الناس على الحضور تقديم الحلوة تقديم القهوة تقديم الشاي وإن كانت للشباب رغبات أنه يمارسون مثلا الطقوس الشبابي وخصوصا بأجواء العيد لكننا نحاول أنه نوفق بين الالتزام العشاري والحضور بالمضيف ومارست أجواء العيد لكن بعض الشباب ومن نفس المدينة يبحثون عن أماكن أخرى لقضاء عطلة العيد فيها مدن الألعاب وأماكن الترفيه في السماوة فتحت أبوابها للعوائل فقط وضيقت الخناق على الشباب الذين يقول بعضهم أنها تحولت إلى ثكانات عسكرية ينتشر فيها عناصر الأمن لمراقبتهم أو منعهم من الدخول إجراء يبرره معنيون بأنه يهدف للحفاظ على الأعراف والتقاليد لمدينة تحتفظ بقيم وعادات محافظة جدا أكثر متنزهات بالمحافظة هي حصرا فقط العوائل زين هسا مثلك شاب أنا صعوب علي أدخل لأي مكان إذا هو يعني مثل ما تقول فقط العوائل زين إحنا الشباب وين نروح وين جبت عائلتك وجيت راح تشوف المدينة يعني ما شاء الله مليانة بسلك الاستخبارات والشرطة والأمين وكأنما أنا جاي إرهابي للمدينة هناك طابع شائري وهناك محافظة على بعض التقاليد الموجودة فإحنا الراعي هذا الجانب أولا من جميع التصرفات التي قد تحدث من بعض الشباب وإحنا الآن موجودين في المدينة وبجهد كثيف من الجهات الأمنية سواء كانت استخباراتية أو أمنية أو داخلية ورغم غياب الأماكن الترفيهية هنا في بحيرة الساوى إلا أن الشباب يجدون فيها متنفسا خصوصا في أيام العيد يخرجهم من القيود التي تفرض عليهم في أماكن الترفيه الأخرى حيث اضطر عشرات الشباب إلى الحضور طيلة أيام العيد إلى بحيرة ساوى التي تبدو كأطلان متناثرة هجرتها الخدمات منذ عقود إلا أنهم وجدوا فيها ظالتهم المنشودة مطلقين العنانة لأصوات الموسيقى الراقصة مبتعدين عن أجواء المدينة التي تضيق عليهم وتحاسبهم على تلك الأعمال مدية العابة يصبح بها ظروف خاصة بها أول شيء رادي لهم مصاريف أكثر رادي لأن تدخل إلا بمثال كوياك عائلة لا تدخل مثل الشباب أريد هنا أن يكون مثلا متنزهات أو ساحات رياضية أو مثلا مطاعم تدخل الشباب إلى الأماكن العامة وخاصة المتنزهات في العياد بحاجة أنه خاصة للعوائل فقط فتلجأ الشباب وإحنا منهم إلى هذه الأماكن بالرغم من عدم اهتمام الحكومة طب بل فينا يعني شيني هي اللعبة تقضي لها شوي أقل دقيقتين نقول لن نزدو لعبة بل فينا هنا بلعش أسبحه براحة من مدينة السماوة أحمد السعيدي الحرة موسيقى